سنتحدث اليوم عن السيلياك وحساسية القمح والفرق بينهما مرض السيلياك هو مرض مناعي ناتج عن حساسية الكلوتين البروتين الموجود في القمح والشعير حيث يهاجم الجسم نفسه ويؤدي إلى ثلاث نتوات التي تبطن الأمعاد الدقيقة وقد لا يكون هناك أي عراض ممكن أن يؤدي إلى اسحال وعلام وانتفاخات في البطن وتاخر النمو نداء الأطفان أيضا قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات مثل فيتامين دال وقد يؤدي إلى فقرة دام الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين باعق معاش قد يرتبط بوجود الأمراض المناعية مثل النوع الأول من داع السكري العلاج يجب اتباع نظام غذائي خالي من الكلوتين حساسية القمح هي ناتج عن ردة فعل الجهاز المناعي لبروتينات الموجودة في القمح فقط وليس الكلوتين الموجود في الأطعمة الأخرى مثل الشعير وهو نوع من أنواع الحساسية وليس مرضى مناعية مثل السيلياك وقد يشكل مصاب بعد تناول القمح من الحكة أو ظهور طفح جلدي أو علم في البطن أو انتفاق في الشفتين واللسان وصعوبة التنفس العلاج يكن من بكل مبساطة هو تجنب تناول القمح بجميع أنواعه وتناول أدية الحساسية إذا ذهت الحاجة أردتم بصحة وعافية ترجمة نانسي قنقر